اشتركوا في القناة كون الإسلام هو مصدر الهدي هو مرجعيتنا كأمة لأننا من دونه والله لن نفلح والدليل الشقاء الذي نحن نعيشه اليوم منعنا الحجاب في تونس منعنا النقاب في تونس لما وقعت مشكلة في مدرسة قرآنية قبنا الدنيا ولم نقعدها لكن في النتيجة عنا بلد غارقة في الديون في البطالة في الرشوة في الأكتاف في الفساد من جهة أخرى عن برشاق ريب زاد لا لحظة وعنا نحن الشركة الوحيدة المفلحة في بلادنا هي شركة الشراب الدولة هذه كان فيها ظلم بعد برقيبة وحد بن علي وحد الثورة مناطق كاملة تم تهميشها حيف تمشي القصرين تقول لي هذن في تونس تمشي السديب وزيد تمشي الشمال الغربي ريزرفوراتهم تعماء ضخمة وهم عطاشة تشوف الفلاحين شنو صار فيهم تشوف جماعة الذرية من شبابنا اللي في القاوي هنا بطال أنا نحب الآن العدل في الميزانية ستين ألف دينار يمشي النظام الضريبي عليهم النظام المعتمد به الآن في تونس لكن لو فوق من هذه الستين انتي قدرت يدخلي أربعين ألف دينار أخرى من مثلا مراسلات الفرنس باندكات ولا جزيرة ولا غيرها الأربعين ألف دينار اللي زايدة فوق الستين ألف 50% واللي تمشي منها للدولة 50% من الأربعين ألف دينار اللي فوق ستين ألف دينار نحنا خليناك في الأول اللي بس عليكي وستين مليون باهمة لكن في الأربعين اللي فوقها طوى أنتي تدفعي مثلا 35% عليها مش تريد تدفع عليها 50% ذرايب لأن سبيتراتنا نهارت مدرسنا نهارت البنية تحتية منهارة الجريمة متفاقمة وأنا محتاج ننفق على البوليسية باش يكافحوا الجريمة على سبيترات باش تكون فيها تجهيزات مش نبنوا سبيترات في قفصة في سيدي بوزيد وفي القصرين مش ما عادش الناس يجوا لسهلول من آخر الجنوب التونسي هم مرحبين بنسل كل راوسي انا من سيدي بوزيد ونحبش حتى واحد من سيدي بوزيد يضطر يجي لسهلول يا حب ذي نحب لهم نحب نعموا سبيتر خير من سهلول في سيدي بوزيد نزيادة الضرائب لفوق ستين ألف دينار إلى خمسين بالمئة عندنا مكافحة التهرب الضريبي اللي دقول جمعية الخبراء المحاسبين أن حجم الأموال المستحقة للدولة سنويا واللي لا يصل إلى خزينة الدولة يتراوح بين تسعة وعشرة مليار دينار تقريبا ربع ميزانية الجمهورية التونسية الحالية اللي هي ثلاثة واربعين مليار دينار فأنا مع أول برشة بعد عون الله عز وجل على التصدي للتهرب الضريبي أن نجيب على الأقل خمسين بالمئة من الأموال اللي ما تدخلش توليه خمسة مليار والحاجة الأخرى اللي بيجيب لنا مداخيل هو يعادة النظر في عقود التصرف في البترول في الغاز في الملح في الجبس في الفصفات كخطوة نحو تأميم الثروات الوطنية والتحكم في عائداتها بطريقة أفضل بالملح اللي صالح الدولة بالعدالة الجبائية وبمكافحة ترب الضريبي وبالتأميم الثروات الوطنية ومكافحة الفساد والرشوة باش نلقاوه في الوصف باش نمشو منحة البحث عن عمل خمسمائة ألف بطال منهم على الأقل عشر تلاف مستمع الآن في سوسة باش يستفيدوا منها نعطوهم متين دينار ونقولوا اسمع إما تخدم في حاجة أنت تعرفها دي جاء تتقنها أو باش نعلمك صنعفك نهارينا ذوك باش أنت تولي عندك إمكانية بعد شوية تفتح مشروع وإذا تفتح مشروع أنا أعاونك